الأخ فارس سمعنا مرة على مرة هكذا على بعض الموانئ بعض الموانئ في الجزائر ومن بينها ميناء تاجنجن هذك تاججل ومؤخرا صار في حديث حول إنشاء ميناء جديد وين رحما عادوا هذا الموانئ في التجسيد نعم ميناء الحمدنية كان قد تعطل في عهد الحكومات السابقة قبل أن أتحدث عن 2019 الآن أعيد بعثه من جديد وأرى بأنه سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الجزائري نتيجة البيناميكية لا 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 لم ينجز بعد الآن نرى في مرحلة الإنجاز لا قصد الأشغال بداية نعم نعم موجود فيه بعض الأشغال التي تؤسس لتجسيده ميناء جنجن أنا منذ تقريبا في بداية ليس بدي تنقري في الجامعة ونحن نناقش المنطقة الحرة باللارة منطقة الاقتصادية الحرة التي كان يفترض أن تنشأ بناء على ميناء جنجن وإلى يومنا هذا لم تؤسس لا المنطقة الحرة ولا من الموانئ هذه المتطورة لساحل يتجاوز طوله 1600 كم معناها أن اقتصاد يرحم ولدك هذا ليس فيه مناطق حرة وليس فيه موانئ كثيرة كيف يمكنك أن تطوره؟ ترجمة نانسي قنقر